أنا معي خبر أيضا من اليوم السابع الخبر بيقول وزير التنمية المحلية لو المواطن ما حطش إيده في جيبه الموظف مش هياخد رشوة ده وزير التنمية المحلية اللي بيقول هذا الكلام أستاذ محمد مبدئيا زباد إيه أنا أنا معترض على كلام سيادة الوزير وأنا كمان معترض وأنا كده بيبرر للموظف لا لا وأنا كمان معترض لأنا صحيح المسألة الوزير أو المسؤول مش لازم يقول كلام زيك ده اللي إيه صحيح أنا عشان أمنع الفساد يبقى لازم أمنعه بالحوكمة يعني هي الحوكمة؟ يعني يبقى فيه قانون وفيه ترتيبات ولواحة بتتعمل عشان ما تخليش الموظف ده يرتاشي طيب أنت بتقول لو أنا لأ أنا عندي مصلحة ورايح مع بيروقراطية مصرية وراتون مصري متراهل بقاله سنوات قويلة جدا اتعودنا على كده كل سنة وانت طيب يا باشا فإحنا كنا بنقول إن إحنا الفساد زي ما أنا قلت من فترة الفساد ده مفترض بليه مشروع قومي نعمل بيه نواجه الفساد على كل المستويات أنا لما أروح في مكان وعندي مصلحة وبعدين الموظف والإداري اللي موجود في مكان معين عنده 900 حاجة يقدر يلعبني بيها أقول أنا عندي قانون وزاري وعندي لايحة داخل وعندي معرفش إيه أمشي لك إذا فأنت بطبق مضطر إنك تخلص من الهم اللي قدامك بيبعايز أشرب شاي عايز أشرب شاي وعايز يأكل وعايز يجيب مشابك أنا حاجات كتير حواديد كتير حصلتني أنا كنت برصدها بس أنا كنت من النوع لو راح أعمل حاجة في المرة أو كده أقف الطابر واستنى لقول أنا صحفي ولا أتعدى عايز أحكم على التجربة أقف لحد ما توصل للآخر ولما تبقى المسألة فيها مشكلة أنا أكتر من مرة طلبت بوليسي النجدة في أماكن حكومية عشان يجيح للمشكلة يعني فكرة إنك تبقى إيجابي وتبادر بس ما تخضعش دي مسألة خاصة بيك أنت إنما مسؤول في الحكومة يقولي لو ما حطش لأ أنت تعمل لي سيستم يمنعني إن أنا أقف أتطل وإن حد يفتزني وإن أنا ما ضيعش وقتي يبقى دور الوزير زي ما حرك بتقول دور الوزير في الحكومة يعمل لي سيستم ما يخليش الموظف يمد إيديه ولا المواطن يطلع من جيبه مش يديني يعني نصايح وحكم بالظبطك أنت راجل قاعد بتعمل وظيفة مش عاجبك الوظيفة سيبها صحيح إنما أنت بتعمل إحنا باللغة عندنا ثورة اتصالات وعندنا ما شاء الله أمر صناعي هيرتب لنا يسهل لنا حاجات كتير فإنت بتعمل حوكمة بالكمبيوتر وبالحاسب الآلي والكلام ده ده شيء مهم إنما لحد ما يحصل الكلام ده لسه الموظفين على فكر لما تروح له أسهل حاجة أنه معلشة السيستم واقع إيه السيستم اللي واقع كان زمان يقولك فوت علينا بكرة والنهاردة يقولك السيستم واقع واتكلمه هو بيشتغل معك كده تليه بيعمل حاجة تانية وسرحان لأ إنت عايز تبني بقى الفرد إحنا عملنا حاجات كتير قوي فيما يتعلق بالحجر عايزي نتجه إلى البشر ونبدأ نعلمهم ونفهمهم إن ما فيش حاجة تمشي صح إلا بالطريق الصح اشتركوا في القناة